ياهلا 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 شرط اللي اقدر ننسى بقى ننسى ننسى خالص الفكرة ان انا كنت اجيبت شرط اقدر عادي بس طبعا من الصف جي والكورونا موجودة وما كانتشين في عنزل اشتري والكلام ده كله فاحنا نتعود لحد ما ايمد ينتهي بقى كله كله ينتهي بقى كل سنوات طيبين اللي عيد خلاص داخل علينا رمضان ده هو تقريبا اسرع رمضان عد علينا الحمدلله نحتسوا عند ربنا وان شاء الله يعني ايه الدنيا تمشي كده وموضوع كان حزين جدا صراحة دلوقتي الفيديو ده المفروض ان هو كان ينزل مثلا من حوالي ايه 10 طياب حاجة زي كده الجميل في الموبايل ده نقول الموبايل ده كامل جدا جدا يعني مفهوش غلطة مثلا مفيش حاجة فيه تتعاب النافس الوقت بقى ما تشتريهوش الموبايل ده هو الريل مي سيكس كرو موبايل الاغضبني من اكتر الحاجات اللي عجبتني في الموبايل ده هو التصميم بتاع بص هو ما هوش بقى اللي هو التصميم الجديد هو نفس رغطة التصميم عندي جدا بس الالوان انت عارف كل ما اتميله كده بيديك ايه حق كده بالسرعة والحاجات وده يمكن هو ده الايه حق المطلوب مني ان انا اعرفه من خلال بصي على الجهاز ايه الجملة ده مشاكة الموبايل هنا صراحة بريميم جدا مع الانحناءات اللي موجودة ومسكة الموبايل ممتازة ومسكة الموبايل صراحة حلوة جدا وانا يعني عجبني قوي مسكة الموبايل بسبب الان احناءات اللي موجودة وبتاع المتيري اللي موجودة هنا بقى زجاج مش بلاستيك بقى زي الريلمي سيكس والحاجات دي او ده ورضو اثبات ان ده تطوير عن الريلمي اكس دي مش النسخ الاقل مش قوي يعني مش نثبات قوي بس يعني ايضا بعد التصميم والكلام ده كله الشاشة هنا هي شاشة فول اتش دي بلاس ستة وستة من عشر انش الريلمي سيكس كان ستة ونص من عشر انش والحواف اللي موجودة وشكل الكاميرا وخلطة الشاشة كشكل عموما وامتاز عجباني اكتر من اللي كانت موجودة في الريلمي سيكس بكتير حقيقي بشكل الشاشة كده يعني انا مستريح اكتر لشكل الشاشة مع الهول بنش اللي موجود في الجنب الشاشة طبعا بتيجي بالتسعين هيرتز وكلمنا بقى عن التسعين هيرتز وقد ايه حاجة جميلة جدا وممتعة جدا بس مش كل الناس شرط انها تقبلها سيواضحة قوي هنا في الريمي سيكس كرو عن الريمي سيكس عارف هل ده بقى وهم من عندي ولا ايه؟ الشاشة في نقطة السطوع والحاجات دي كلها يعني ايه ما هياش بقى اللي هو شاشة الجنب ده وبتاع يعني انا حسسها شوية اقل من الريمي سيكس في حاجات معينة الالوان الالوان الى حد ما كده بهتنا سيكة بقى وانت بتتصفح وانت بتقلب على اليوتيوب عارف انت الالوان تحسها شوية كده ما هياش الالوان اللي انت متوقع من شركة يعني مش حتى هي زي الريمي سيكس وصف في حاجة حلو برضو تعود ده ان الالوان هنا ممكن تخليها فيد فيد ايه فيد ايه؟ صف في حاجة بقى تعيب الموبايل ده وهو انه مش جاي بشاشة سوبر امل وده مش عيب على قد ما هو تعود ليه؟ انت عندك في الريمي اكس دي كان جاي بشاشة سوبر امل البطارية اللي موجودة هنا 4300 ميلي امبير بتيجي بالفوكت شارج وبيشحن تقريبا حوالي مية في المية خمسة وخمسين دي اساعة حاجة زي كده نوطة البطارية صراحة ما هياش نوطة شكال يعني وزود على ده كمان بقى ان هنا يعني انا حاسس شوية ان الاداء في الريمي سيكس برو احسن من الريمي سيكس في نوطة البطارية حتى مع تفعيل التسعين هيرتز والبتاع وانتو عارفين تسعين هيرتز بتاعك والبطارية لأ انا هنا يمكن شوية بتوعد اكتر من الريمي سيكس فدي حاجة كتصراح عجاني جدا بيت اشغالها بقى ريحية لو مش مضطر بقى ان انا نقفلها مثلا مش مضطر ان انا وفر شوية في استخدامي عشان انا اخلي الاداء يفضل معي الاخر اليوم لا بستخدمها عادي يمكن في اخر اليوم باشحنة شوية بس على عكس الريمي سيكس فانا مش شغلت تسعين هيرتز كبط يعني ايه فهمت في نوطة الاداء بقى الحاجات دي كلها المعالج اللي موجودة ناس ندركم سبعين وعشرين جي مع ثوانية جي جرام مع ثوانية جي جي جزا كده داخلية وحاجات زي الفل على الورقة والناس مش فرحانة بالاداء مع انه ممتاز جدا هيقضي معاك الغرض مع التسعين هيرتز صراحة التجربة ممتعة جدا وخصوصا كمان انت تصفح على السوشيال ميديا فيسبوك بقى وانستجرام وتويتر والحاجات دي كلها تزود على ده كمان ان تجربة الالعاب هنا حرفان ممتازة جدا يمكن شوية انا حاسسها احسن من اللي كانت موجودة في الريلمي سيكس نتكلم بقى ايه في الكلام المهم واللي هيزعل الناس مني او مش عارف بس يعني انا معاك والله ان المعالج اللي موجود هنا يعني هو مهواش بقى المعالج المفرح بقى ولا اللي انت مستنين من ريلمي والي حاجات دي لانه المعالج ده موجود في موبايلات ارخص منه بالفين جنيه وانا معاك يعني انا معاك جيد ودينوطة كتريلمي المفروض انها تاخد بالها منها شوية خصوصا المنافسة قوية او في السوق المصري بس ما تيجي تتكلم بقى عن الحياة الواقعية مثلا مقارنة بالريلمي سيكس او موبايلات تانية فانت الموبايل هنا صراحة مش هيقصل معاك باي شكل السوفت وير مستقرة اكتر بكتير انت التجربة نفسها مستقرة انت مستمتع على عكس السوفت وير تانية يعني انت بتحس بشوية او مثلا في تهنيجة في حاجات معينة في عدم استقرار شوية بس وفي نقطة برضو يعني ايه اللي ليهم ولي عليهم هم اهتموا قوي باستقرار السوفت وير ده على حساب المعالج يعني هما محطوش المعالج القوي بس خلوا السوفت وير مستقر بشكل كبير جدا يمكن اللي مخليني حاسس ان التسعين فريم هنا احلى من الريلمي سيكس كباكتج اداء هي مش الواو مش الوحشة عادي يعني في الفئة السعرية دي خلص عادي ما بقيناش مثلا منبهرين بالاداء في السعر ده كاميرا باستي معلم الكاميرا اللي موجودة هنا عجباني جدا صراحة في كل حاجة يمكنها مش تطوير عن الريمي سيكس فنوت الالوان ولا الهد ش دي ار هما تقريبا زي بعض ده السفنوت تفاصيل في فرق كبير وده بيساعد قوي وانت بقى بتأدت وانت بتعمل بيخلي عندك قابل ايه للأدت من غير ما تخسر كواليتي لان تقريبا دي اول مرة من شركة ريمي يحطوا لنا كاميرا وايد في السيلفي ودي حاجة مبهرة صراحة انا حبيبا بتنفع بقى لو انت مثلا ايه بتصور مع اصحابك بتاع الجو ده وصراحة ما عنديش مشكلة في دفقتها ولا الالوان اللي بتطلع منها حلوة والله ما عنديش مشكلة كاميرا وايد في السيلفي نحنا ما بنعترضش على القلفية فاكيد مش اعترض على السيلفي حلو انهم حطوه شكرا الحاجات التانية بقى زي البصمة مثلا البصمة اللي موجودة هنا على عكس اللي كانت موجودة في الريمي سيكس انها بطيئة شوية يعني مش قوي بس بطيئة شوية هنا الموضوع تحسن نفس الحكاية الموضوع الريمي سيكس كانت فيه مشكلة فالصوت انه طول الوقت انت محتاج تعلي شوية هنا مفيش الكلام ده الصوت كويس جدا وتقدر تسمع كويس والدنيا حلوة والدول بأتنس موجودة الشباكات اللي موجودة هنا زي ما تعودنا من شركة ريليمي عموما يعني الموبايل انت بتجيبه مضطم ان الشبكة مش هتأثر معاك الموبايل بقى المفروض ان هو سعره 5400 جنيه تقريبا تشتريه ولا لا اه انت شفت خلال الفيديو ده ان الموبايل تقريبا مفهوش غلطة وتقريبا متكامل وكامل بس ما تشتريهوش ليه؟ ارجع اقولك ان هو مفهوش التطوير الكبير هو تصحيح غلطات كتير ولو انت عايز ترايح دماغك من غير بقى ما تلاقي مشاكل وجوده فالموبايل ده حلو جدا جدا بس لو انت عايز توفر فلوسك شوية يخصن كان ان في الوقت ده احنا محتاجين كل ماليم تقريبا اقولك روح اشتري والريلمي سيكس في وجهة نظر هو احسن موبايل في سعب فرق الالف ونص جنيه فلا يعني ما اقولك لا صراحة هو موبايل متكامل بس سعره ما هوش حيو اوي يعني كان محتاج يبقى اقل مسلا 500 جنيه ولا حاجة ويا بس كده وصانيت الفيديو اتمنى يكون عجبكو واا قولوا لي بقى في التشيرت ده نستمر عليه ولا نحاول نشتري برضو التشير لا ننسوش تضعوا لايك وسبسكرايب وتقولوا رائعك في كونتات تحت والسلام